موسيقى السلام عليكم نشرة أخبار الاقتصاد اليومية من الميادين إلى العنوين موسيقى موسم القمح يدخل في غزة وعين العدو على منجل الحصاد موسيقى تونس وليبيا التقارب النفطي لا يلغي الخلافات الاقتصادية موسيقى أطفال سوريا يكبرون قبل الأوان بعيدا عن أرض الأجداد موسيقى السلام عليكم مع بدء موسم حصاد القمح في غزة توجه المزارعون لأراضيهم الحدودية التي بذروا القمح فيها قبل أشهر وسط مخاوف من استهداف الاحتلال لهم من جهة وفشل موسمهم الزراعي من جهة أخرى يقبض على محصوله بيدا ليحصده بمنجل اليد الأخرى فموسم حصاد القمح في غزة على أشده إذ يتهافت المزارعون على أراضيهم ليحصدوا ما زرعوه على مدار الشهور الماضية وسط دعوات أطلقت لتفادي بعض الإجراءات الحكومية التي لم تكن في مصلحتهم خصوصا مع ضعف الإنتاج لهذا العام موسيقى الحصاد الآن في نفس موسم الحصاد الذي يستنى المزارع حوالي أربع شهور تيجي التجار يستوردوا قمح من إسرائيل وهذا بضر بالمزارعين السنة الفاتت أحسن من السنة هذه كثير كنا نزلين مساحة كبيرة وجاء خيار أكثر من خيار السنة للسنة هذه الجاي يعني جاء مطر السنة الفاتت أحسن من مطر هذا وبالرغم من زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح أكثر من ستة آلاف دنم بعد إتاحة الزراعة في المناطق التماس إثر التهديئة عقب عدوان الأيام الثمانية لتصل إلى واحد وثلاثين ألف دنم زراعي فإن حجم الإنتاج لا يتعدى ثلاثة في المئة من حاجة سكان القطاع احتياج قطاع غزة من القمح متين ألف طول سنويا مساهمتنا حدود ثلاثة أربعة خمسة في المئة حسب الموسم فهذه لا تشكل أي شيء بالنسبة لإحتياجاتنا في قطاع غزة ويزرع الغزاويون أراضيهم في مناطق التماس بالرغم من احتمال عدم الوصول إليها لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يتوانى عن حرق محصولهم وإطلاق النار عليهم وقتل بعضهم في كثير من الأحيان لكن الأمل هنا يهزم رصص الاحتلال ويقاوم شح الإنتاج سويا لم تطأ أقدامهم ولا حتى مناجلهم هذه الأرض لعدة أعوام فلسنوات المضت خضع هذا القمح لحصاد الثكنات العسكرية الإسرائيلية أما الآن وبالنسبة إلى هؤلاء فإن مجرد الوصول إلى هذا المكان يبعث الأمل من جديد بموسم زراعي أفضل رغم غياب الدعم الرسمي وبقاء عملهم تحت رحمة البندقية الإسرائيلية أحمد شلدان من الحدود الشرقية لقطاع غزة الميادين إسرائيل تحاول تثبيت المستوطنين في المناطق القريبة من الفلسطينيين عبر زيادة حجم الميزات الاقتصادية الممنوحة لتكون أفضل بكثير من تلك الممنوحة لباقي المستوطنين الكلام لوزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بنيت خلال مؤتمر للصناعات التابعة للمستوطنات الكيبوتسيم حيث كشف عن خطة التثبيت السكاني في منطقتين نقب والجليل رئيس الوزراء الليبي زار تونس وبحث سبل التعاون بين البلدين خاصة في المجالين الأمني والاقتصادي وبمناسبة الزيارة أعلن الجانب الليبي عن تزويد تونس بنحو 450 ألف برميل من النفط شهريا مع تسهيلات بالدفع مراد الدلنسي وأكب الزيارة وعاد بالتقرير التالي رئيس الوزراء الليبي في تونس وعنوان الزيارة اقتصادي رغم أهمية الجانب الأمني فتونس التي تعلق أمالا على الدعم الليبي لتجاوز مشاكلها الاقتصادية تنظر إلى الوضع في ليبيا باهتمام ضبط اتفاقيات جديدة ومنها بلورة اتفاقية لحماية الاستثمار بين بلدين وتشجيع القطاع الخاص لأتاء دور مهم في هذه المبادلات ومراجعة وتطوير الاتفاقيات التي تم إبرامها في السابق أما الليبيون فهم متججعون على الاستثمار في تونس لكن هناك شروط على الحكومة التونسية توفيرها حبرت للسيد الوزير الأول عن بعض ما يشكو منه المستثمرون الليبيون واتفقنا على أن توضع كافة الضمانات وكافة التراتيب التي تضمن للمستثمر الليبي أن يأتي لتونس وهو مطمئن فتونس تعاول على المشاركة في إعادة أعمار ليبي هو أخذ نصيب من سوق العمالة هناك لامتصاص البطلة وينتظر الشعباني خاصة على الحدود انتلاق المنطقة الحرة لتنشيط التبادلات التجارية تبادلات تراجعت لتبلغ أقل من مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تموحات كبيرة أخرت تحقيقها الأوضاع الأمنية والسياسية لكن ذلك لم يمنع من تعهد ليبيا بتزويد تونس بأربعمائة وخمسين ألف برميل نفط في السنة نحن طلبنا أن يقع تزويد احتياجاتنا المحلية مع تأجيل الدفع لأن ضغوط على ميزان المدفعات الخارجية ضغوط كبيرة وتعرف الميزان التجاري والضغوط عليه ويعترف المسؤولنا في البلدين بأن تجاوز الوضع الأمني الصعب وخاصة في ليبيا سيساعد على تحقيق جملة الاتفاقات زيارة رئيس الوزراء الليبي لتونس هذه الأيام يختلط فيها البعد الأمني بالبعد الاقتصادي فالحكومة التونسية تعول على السوق الليبي لامتصاص بعض المشاكل الاقتصادية لكن سوء الأوضاع الأمنية في ليبيا وعدم الاستقرار السياسي في تونس جعلت هذه الأهداف مجرد أمال مراد الدلنسي تونس الميادين الأزمة بين مصر وأثيوبيا تتفاقم على خلفية بناء صد النهضة فقد صدق البرلمان الأثيوبي بالإجماع على معاهدة تحرم مصر من الحصة التي كانت تتمتع بها من مياه النيل هذه الخطوة تزيد المناخ السياسي سخونة ولسيما أن التصديق جاء عقب أيام من الجدل المحتدم بين الدولتين حول السد الأثيوبي الجديد لتوليد الكهرباء من مصاقط المياه وتخشى مصر أن يقلص السد حصتها من المياه وهي حصة حيوية لتغطية احتياجات المصريين البالغ عددهم 84 مليون لسمة الحكومة المصرية تحقق عائدات إضافية من رفع رسوم عبور السفن لقناة السويس فقد كشف الموقع الإلكتروني للحكومة أن إيرادات قناة السويس ارتفعت 1% في أيار مايو مقارنة بالعام الماضي لتسجل 438 مليون دولار وكانت إيرادات القناة قد بلغت 460 مليون دولار في نيسان إبريل الماضي وتعد القناة من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في الاقتصاد المصري إلى جانب السياحة صادرات النفط الغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج دوما مع مصر مطار القاهرة مرة جديدة ساحة للاعتصام فقد تأخر إقلاع أكثر من 20 رحلة دولية بسبب اعتصام نفذه نحو 280 طيارا من طيار شركة مصر للطيران وبعد اجتماعه مع ممثلي المعتصمين للبحث في مطالبهم وعلى رأسها تحسين ظروف العمل ورفع الأجور وإقالة رئيس الشركة أعرب وزير الطيران المدني وائل المعداوي عن تجاوبه مع المطالب ووعد بتحقيقها خلال أيام وبموازات ذلك سعت الوزارة إلى توفير أطقما من بين طيارها لتنفيذ الرحلات المقررة لأول مرة أطلقت شركة فودافون المصرية التابعة لمجموعة فودافون البريطانية خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان الحكومي وقالت الشركة في بيان لها أن البنك المركزي المصري جعل الحد الأقصى للتحويلات المالية عبر الخدمة ثلاثة آلاف جنيه يوميا أي نحو أربعمائة وثلاثين دولارا فيما وضع البنك حد أقصى هو ألف جنيه للعملية الواحدة الأطفال الهاربون من الموت في سوريا يعانون من الفقر والجوع في الأردن وبدل ارتياد المدارس يعملون للإنفاق على عائلاتهم وتأمين لقمة العيش أطفال مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تركوا مقاعد الدراسة ليدخلوا سوق العمل أسوأ ما في الأمر أن الألاف من أطفال سوريا غادروا مقاعد الدراسة نهائيا بعدما كان 5% فقط منهم يعملون في ملكيات زراعية لعائلاتهم خلال أوقات الفراغ اليوم دخل 60% منهم في هذا المخيم إلى سوق العمل علاء طفل لا يتعد عمره 14 عاما يعمل في متجر جزار في مخيم الزعتري لولا هالأزمة بس لقي نسع بالمدرسة وعايش يعني من هالأزمة هاي ترك المدرسة عم أشتغل وأصرف على أم أخوتي ويعاني اللاجئون شح المساعدات حيث يضطر الكثير من الأطفال إلى إعالة عائلاتهم اللاجئون السوريون القادمون عبر الحدود فقراء الأطفال لم يكملوا تعليمهم بعد وينتمون إلى مناطق ريفية في سوريا إنهم معدمون ولا يجدون ما يكفيهم إبراهيم طفل آخر يعمل في مخبز كي يؤمن لأهله الغذاء والدواء الضروريين المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة للقضاء على عمالة الأطفال نيكي جرايزوود يؤكد ضرورة رفع حجم المساعدات المقدمة للأسر المهجرة الأطفال يعملون لسبب واضح جدا إذا أمنى تمويلا كافيا للنازحين نستطيع أن نرسلهم إلى المدارس لتلقي التعليم ونؤمن فرص عمل الكبار أطفال سوريا بين مطرقة البقاء في بلادهم وسندان التهجير في الحالة الأولى هم عرضة للاستغلال في الأعمال العسكرية وفي الغربة هم عرضة للفقر والجوع وفي الحالتين فقدوا التعليم والطباب والأمن الاجتماعي فقدوا طفولتهم في أتون صراع لم يبقي ولم يذر السباحة هوليوود للهوية الثقافية الفرنسية يهدد تحرير التجارة بين أوروبا وأمريكا فقد حذرت باريس من احتمال عدم الدخول في محادثات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ما لم يستبعد قطاع الأفلام ووسائل الإعلام الرقمية من المفاوضات وترى فرنسا أن هذا القطاع يمثل عنصرا من تركيبة هويتها الثقافية ولحمايته هددت باستخدام حق النقد الفيتو في سبيل عرقلة هذه المحادثات ومن المفترض أن تعطي دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الضوء الأخضر لإطلاق محادثات تحرير التجارة الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوما نسبتها 4.17% على وردات وقود الطائرات من الشرق الأوسط بدءا من العام المقبل في خطوة يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في نفقات شركات الطيران الأوروبية المتعثرة الرسوم سيكون لها تأثير كبير على أسعار وقود الطائرات في أوروبا وعلى المصافي النفطية في الشرق الأوسط التي قد تفقد سوقا رئيسيا ولسيما أن الطلب الأوروبي على وقود الطائرات بلغ العام الماضي مليونا و200 ألف برميل يوميا يستورد ثلثه ومعظمه من الشرق الأوسط مع هذا الخبر نختم النشرة للمزيد الميدين دوت نات إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر